في جولة قادتنا إلى بلدية الولي الصالح سديب العطارة أين وجدنا محاصل زراعية قد أطلفت جراء الفيضانة الناتجة عن ارتفاع منزوب وديشلف الذي يمر بقلب البلدية سبعينيات بالاح شيش ادهها لي ووصلها لي وقاشها لي هنا عند هذا الأسبوع والله اليوم مفرحت بها واليوم شيء أقبالك فاني الزيتون مزية الحمد لله يا ربي كان كبير وخطرنا 22 مليون مسروف على القرناء والله يكميو احنا مقارية وبين قلعولو والله ما فرحت بحبا لليوم أقرأ عنا في المشتاء نقمة وفي الصيف نقمة ويحنا نعمة بس احنا رضيناها نقمة في الصيف ينشف يقول يعدنا الريحة كارهة والزاوج مستيبس بيش تسرب وفي المشتاء فايضانات منه كلف اللي حالي دلوا 200 مليون 150 مليون كل واحد وكيفه الأنعام عدا شيتاكل الطريق الولائي رقم 60 المهترع هو الآخر بتهاجز يؤرق السكان في كل تقلب جوي تشهده المنطقة بسيبا نفوتوا من العرام الوطن الوطن نقاح شروب مكاش 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 20 متر اللي شان مكاش 20 متر حكم تمشي هول اللي شان غير غرقاء غير ماء الواد هذا كخرج مخلاش الطريق مكاش الواد غابنا التنمية المشائل الكبار يقولك تنمية مستدامة وهناك هنا التنمية مستنامة منها كي تكون اشتاء الحاجة اللولة اللي ينظر الصحاب لي يكون الصحاب المدرسة بالسمانة بالزوج طير ما يقراش كما يكونوا صحاب الخارج قطعون بتركتير كيماذا البلاسة وراي بلاسة الراول ومزاة البلاسة القدام وتبقى هذه المشاكل مطروحة الى حين تدخل السلطة الوصية وفك العزلة عن سكان بلدية سيديب العطارة في كل مناسبة يتحول فيها هذا الواد من نعمة الى نقمة